موسيقى تسعد صباحكم مشاهدينا وأهلا وسهلا فيكم من جديد استطاع فيلم ترويدة شمالي لسليمان مكركر الذي تم إنتاجه بناء على متطلبات مساق مشروع التخرج في كلية دار الكلمة الجامعية الوصول إلى نهائيات مهرجان زايد للأفلام في الإمارات أضخم المهرجانات المنظمة من قبل الطلاب وللطلاب في الشرق الأوسط نتحدث أكثر عن قصة هذا الفيلم مع مخرج الفيلم سليمان مكركر سعد صباحك سعد صباحك وجميع المستمعين والمتابعين كيف أصبحت؟ تمام الحمد لله يعطيك العافية على مجهودك هذا مشروع تخرج كان بالنسبة لله إليك لو نعرف قصة الفيلم يعني هيك بمختصر قليل ترويدة شمالي هو فيلم وثائق قصير مدته 16 دقيقة أنتجته زي ما ذكرتي بناء على متطلبات مشروع التخرج الفيلم تناول قصة شخصية بتحكي عن فقدان فقداني أنا لصديقي نبيل حموز اللي كنا بلشنا مع بعض في عام 2012 مجموعة شبابية كنا طلاب جامعيين وبلشنا فكرة مجموعة شبابية اسمها مجموعة باور بعد سنتين من بدايتنا للفكرة نبيل توفى فكانت هاي عبارة عن صدمة للمجموعة ونقلي أنا كشخص فمن خلال الفيلم أنا بروي قصة شخصية أثر الفقدان علي أنا كشخص وعلى المجموعة وكيف أنه من بعد وفاة نبيل اللي هو مؤسس المجموعة والمنشئ للفكرة احنا قررنا من بعده أنه نكمل أنه تستمروا بهذا العمل لو نتحدث أيضا عن تسمية الفيلم التسمية غريبة شوي من وين اجت التسمية؟ ترويدي شمالي فعليا هي نوع من الأغاني التراثية اللي بتتغنى للعروس أو العريس لما يتركوا بات العيلة ويطلعوا ناشئون تجديد نظفت الأغنية اللي هي ترويدي شمالي والنوع من الأغاني بالفيلم لأحكي قصة الفقدان كيف من فقدان نبيل وهو تركنا نعم تشبهوها كيف العروس لما تتركبت نعم هي كانت بداية جديدة للمجموعة من بعد فقدان نبيل نعم أيضا تم عرض الفيلم مبارح في فلسطين صحيح لأول مرة وبنفس سبب اختيار هذا التاريخ لعرض الفيلم في فلسطين مع أنه نعرض في مناطق أخرى ترويدي شمالي نعرض بداية العام بألمانيا بعدين كان له مشاركة بمهرجان زايد للأفلام في الإمارات ونعرض غاد وتأهل بين خمس أفضل أفلام وثائقية على مستوى الشرق الأوسط نعم وبالأشهر الماضي كان له عروض بسد دول عربية منها الأردن العراق موريتانيا ودول تانية كان هناك قرار أنه أجل عرض الفيلم لحد تسعة وعشرين سبعة 2016 لأنه اليوم اللي هو مبارح بصادف الدكرة الثانية السنة الثانية لوفاة نبيل لهكي اخترنا أنا وزميلة عايشة اللي كمان شركتنا بالإخراج يوم مميز لأنه نختار الافتتاح لهذا الفيلم أحياءاً لذكرى وفاة صديقهم سيتم عرض جزء أو تريلر خلينا نحكي من الفيلم على التلفزيون ونحن من خلال حديثنا طبعاً أنا وياك سنكمل الحديث لو نحكي عن رسالة الفيلم أو هدف الفيلم من خلال الفيلم حاولت أبين أنديش إحنا ممكن نتعامل مع الإشياء السلبية بحياتنا أو حادثة ممكن تكون إلى أثر مفروض كثير سلبية ولكن كثير مرات منحاول إحنا نخلق من هذه الصدمة أو من الإشياء السلبية يحافظ لأنه نكمل ويكون لدينا أشياء في مستقبلنا تفتح لنا أبواب جديدة فمن خلال الفيلم ركزت على موضوع أثر الصدمة يعني أثر فقدان نبيل على الصدمة وكيف نقدرنا نخرج منها ونبدكر أشياء إجابي نعم، تم عارج زوء من الفيلم على الشاشة من ساعدك بإنتاج الفيلم؟ أكيد فيه طاقم شارك معك أكيد، زي ما ذكرت لك أنه الفكرة من الفيلم تتكي عن مجموعة باورو وكيف كان فقدان نبيل حادث مفصلي في حياة المجموعة باورو هي مجموعة شبابية تهتم بمجال الإنتاج الإعلامي والفني فيها ثلاث أقسام، وهو راديو على الإنترنت، راديو باورو فيها قسم للإنتاج اللي كمان كان إلنا إنتاج لقناة الفلسطينية وهو شوفاتن بثبل 2014، فعلياً هذا كان آخر إشياء بشتغله نبيل وفيها قسم للمتطوعين، فبالأساس اعتمدت على زملائي وأصدقائي في باورو اللي هم طلاب جامعيين في كل يدار الكلمة الجامعية لساعدوني بمراحل الإنتاج غير هيك الدعم المستمر اللي كان من الأساد زي أستاذ سائد أندوني اللي كان موجود معنا بكل مراحل الإنتاج بداية من الفكرة لحد ما الفيلم توزع لمهرجانات، ولسه يعني حالياً نعم نودي لها مهرجانات أكتر وأكيد زميلتي عايشة عفيفة اللي كمان ساعدتني بالإخراج طبعاً الفيلم ما رح يتوقف هون، كيف فهمت منك؟ رح يتم عرضه في مناطق أخرى؟ أين تم عرضه؟ وين رح يتم عرضه؟ كما ذكرت، بناءً على المشاركات في المهرجانات، تم عرضه في دول عربية حالياً مبارح كان أول عرض في فلسطين، بمدينة بيت جالب، محافظة بيت لحم وخلال الأسبوع اللي كان رح يكون عرض في مهرجان حياة بيت لحم في مدينة بيت لحم نعم، وأيضاً نفكر أنك تنشره بره؟ الفيلم يعني هو بالعربي؟ فيه كلام، يعني، نفكر أن ترجمه؟ هم ترجم، هم ترجم جهاز ترجم للغتين، العربي والإنجليزي، لأنه في كمان مقاطع فيها نعم، فيه نسختين، كلام بالعربي وكلام بالإنجليزي نعم، لو نتحدث عنك شخصياً عن ترجمة هذا، كيف قد تجمع هذه القوة؟ أنك أنت تحكي هذه القصة من خلال فيلم، يعني، طبعاً كثير منعرف أنه فقدان شخص عزيز علينا هو شيء صعب لكن كيف أنت خرجت بهذه الفكرة وعملت فيلم، وخليت الناس كيف كان تتعلم من هذه التجربة أو تصحى من التجارب المختلفة اللي بتمور فيها، كيف كانت تعاملك مع هذا الموضوع وكيف قدرت أنك تجمع هذه القوة وتخرج بهذا العمل؟ يعني، بلكن أكبر تحدي أو أكثر شيء صعب هو أن الواحد يناقش موضوع شخصي وقصة شخصية على الشاشة لأنه الكل يشوفها، وهي بتبطل ملكي أنا كشخص بتصير هي قصة لأنه الناس تشوفها وتحكم عليها، بلكن في ناس ما عنده مرتباط بالموضوع لكن مجرد الفيلم نعمل فهو ببطل ملكي أنا كمخرج للفيلم، هذا كان أكبر تحدي كثير مرات كنت أحكي خلاص، أنا ما رح أقدر أكمل على المشروع، كثير صعب أن الواحد يحكي هي ذكريات ممكن، نعم، نعم، خلال تقريباً مدة سنة اشتغلنا على الفيلم أنا وزملائي، وكمان أسنة تزدي بالكلية فكثير صعب نرجع لكل المواد الأرشفية، لكل الصور الممكنة التي جمعناها لنبيل وكان الواحد يشوفها باستمرار خاصة في مرحلة المونتاج، دائماً في ارتباط شخصي مع الصورة، نعم، بلكن أكبر تحدي كان لإنتاج الفيلم، نعم، نعم، نتحدث أيضاً عن نجاح الفيلم في أكثر من دولة، لو ترجع تحكينا عن النجاحات التي تمت في الدول المختلفة، أنت طبعاً أول عرض تم في الإمارات؟ العرض الأول فعلياً تم بألمانيا، بنفس الفترة انقبل الفيلم لمهرجان زايد، هو مهرجان من الطلاب للطلاب في الشرق الأوسط في الإمارات، وصل لمرحلة أفضل خمس أفلام وثائقية من بين كل أفلام اللي شاركت، للأسف لم تقهل المرتبة الأولى، ولكن من نصيب الفيلم أنه يصل إلى الخامس مراتب الأخيرة، وهذا أيضاً يعتز فيه، وإن شاء الله الأعمال القادمة تحقق نجاحات، إن شاء الله، مشاركته في مصابقة حلم، اللي حالياً عرضه في الدول، والإعلان الفائز سيكون قريباً، وأتمنى التوفيق أيضاً، إن شاء الله، إذا فوزت أكيد، إذا فوزت أو لم فوزت، عجيهتين جايبينك كماندور لنتحدث أيضاً عن أعمالك القادمة، في لك أعمال قادمة بخلاف مشروع التخرج، يعني هذا كان شيء أنت ممكن ملزم فيه لتتخرج من الجامعة أو من الكلية، لكن أفكر أنك تكمل بهذه الطريقة لإنتاج الأفلام؟ أفكر عند الأشخاص، لأنه الواحد ينتج فيلم ويكون هو راضي عنه لازم يكون فيه حافز من الداخل في ارتباط مع قصة الفيلم، وهذا اللي كان بترويد الشمالي، أتمنى أنه في الأسنين الجاي يكون فيه كمان تجارب تانية توصل، الترويد الشمالي كان فيه انطباع حلو من الناس اللي شافته، أتمنى أني كنت عند حسن ضن الناس اللي شافوه، نعم، أنا متأكدة، طبعاً أتمنى لك دائماً التوفيق والنجاح، وبالفعل هذا الشيء اللي أنت مريت فيه شيء ليس سهل، لكن أنت حاولت تستفيد منه قدر ممكن من الإمكان، يعني أكبر قدر ممكن من الإمكان لتطلع بقصة اللي تلهم الناس، يعني مثل ما نحكيها بالعامية، أن الحياة لا توقف عند حد، والدنيا لا تخلص على موت حد أو، يعني تعرف هذه الظروف الصعبة، فأنت طبعاً استغلت هذا الظرف للأحسن، لأيضاً بعض الناس يتعلم من هذه التجربة ويقو أكتر، شكراً لإلك. شكراً لإلك. مشاهدينا، هيك بنكون وصلنا لختام برنامجنا الصباحي، أنا إن شاء الله بلقاكم بكرة الأحد لتمنى لكم نهار سعيدة، يعطيكم ألف عرفية. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر